السلام عليكم حبيباتي كاراكم دايلين غاية لباس ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم احبابتي جبت لكم وصفة البيتزا كوفير و البيتزا كوكا سهلة بدون مارغارين توريق تجي كما نقول طريقة سهلة كما نقول تورقي وتعاودي تجي ما شاء الله تنجمه كما نقول سوف نقوم بترموها في رمضان نعرف بل رمضان نبغى هذه الملاحات وهذه المطلوبة مزروا كل خطر نقوم بكوكا سهلة واعتصادية ما فيها كما نقول بدون ادهان توريق هذه اخواتي شوفون كي تجي طايبة مقرن شا نبدو هنا نشيل بسم الله في الفيديو على بركة الله شعر عندي هنا اخواتي تابعوا ملي عندي كاس حليب حليب لا يوجد دافي أو نورمان مهم شي بارد بارد وليس حامي لأنه لا يوجد خميلة الخبز نضع نصف كاس تأزيد كاس حليب و نصف كاس تأزيد عندي مغرفة صغيرة نخلطها مليحة مليحة نضع حبها بيت صغيرة ولي تبغيد كما نقول لديها بايد وتخليدك الصافر بعد تطليبه أنا قلت حبها بيت صغيرة قلت هنا للملح الملح لحسا بالتوق كما نقول لديها مغرفة صغيرة قهوة ملح نخلطها لما بالفارينة قبل أن نكمل الفارينة قادرت هنا باقي تخميلة الحلوية باقي تخميلة الحلوية ليس تخميلة الخبز نحن ننلم الأجينة التائمة ما نقول لكم أخوة تاتي ما قدرت الفارينة المهم أن ترى الأجينة تقوة طرية ما هي طرية طرية تتسع بثاف ما هي نقول كما نقول يبزع هذه هي المهم لديك العجينة التائية وضعتها في طرية تخافية وشفتها لخصها في المحلوية هنا قدرت ترى الأجينة وضعت كما يقول لهم وضعت كما يقول لهم وضعتها تريح تريحها بـ 15 دقيقة هنا الأصوص إنه يمكنك أن ترى الأصوص بأن هذه الأصوص قمت بحبت بصيرة قدرت قليتها ملحة اضع ملحة قمت بحبت 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 حبت قمت بحبت بحبت ملحة قمت بحبت 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 حمرة وخليتها تبرد هنا شادرت خليت هذه الأصوص تبرد من حملة حول الجينة تريدها غاية الغاية هنا أضبت عندي مارغارين شوفوا أنتم معه 125 كرام ونزوج معرفة كبارة مارغارين ودوبوهم شوفوا دوبهم الشينات ودوهم لفرجية وخلوهما يبقى مارغارين تبرد تبرد قد اضعوا من هذا الحليب ومالي في الدهن أنا كم اقولوا كدت مارغارين دوبتها تبرد درجات للأجينة قدتها مريحة ما شاء الله شوفوا شئتنا هنا قسمتها على 6 كورات ثلاثة من تحت وثلاثة من فوق هنا قدمت الأجينة شوفتها تريحة ثم دعوها تريحة لوقت كما نقولوا لا تغبراكم نشوفوا أخواتي كيراني هنا مارغارين تبرد كما نقولوا هذا الحليب أو هذا الماء قلعوا منها خلوه غير مارغارين واحدة وليت بغيت تخلط كما نقولوا مع زبدة التويق اضع شفية مارغارين شفية زبدة التويق اضع المهم هذا قدمتها غير مارغارين هذا مكان هنا قعدت نورق ونحل كما هكا كنت كم شوية الأجينة خلوها تريحة هنا كي بدت تلسق لي درت شفية فارينة نورمان حلو بفارينة أو حلو بشوية مايزة المهم الأجينة تتمشيكم هذه أخواتي هنا خليت التليفون شعال كما قلت لك أخواتي الأقل مرشقاء كما قلت لك رناوك في نوع نارها في جاوة أخرى والحمد الله لكل حال قلت أردت مع تشادرت على شارب عندما كانت أكرم كني عيضة ون خليه كاميرا شعال المهم ما عليش في المونتاج نسيت بش أن نسي بريمة ما عليش وقعت كما هكا نحل في الأجينة نضيع طبقة هكذا كما نقول تلت تلتبقات كما هكا ما عليش صبر معي نشيلة الصبر والله نسيت ما في المونتاج قلت ما عليش نرى ما التي تطورت فيها هنا قمت بها من الصغير أن تجد أطلعها وما يقول هذه المعيش ينتظر على أسعاد هنا يزد إمكانها ومعها الأخرى وعلا تستطيع الأجينة على الإسلحة وفيها وفيها هنا يستطيع أن نصبها يطبقها اذا وفيها طبقوها هكا هكا هنا شوفوا هي تريح العجينة تبدأ كما نقولوا تسأف هي أنا قلتكم هنا رأي تتكسل العجينة رأي تتكسل هنا نزيد ندير تاني كما هكا دايبة ونعود نطبقها ونطبقها نزيد نطبقها على ربعة أي حتى اللي كما نقولوا تولي كلابات فيتي نضيها نخليها تريح ونزيد نخدم الأخرى تاني غير نفس الطريقة كما هكا هكذا هنا شوفوا هي الليلة هكا تغبنكم تكسلكم في نفس الطريقة شوفوا هنا كي ولاد هكذا رأيتها كما نقولوا خليتها فريجي دا ريحت شوية ونرجعت العجينة تائل وخرقتها غاية شوفوا كيراني نكسل فيها لتكسل من يحمل حليتها تاني تدرتها من نفس الطريقة كما درت لغاية شوفوا هنا كي رقوها الشيات مهم رقوها غاية هنا شوفوا كيراني هنا شوفوا البانسو أغبني ما عليش أقول الله ما نقطع هذا هذا الطرنش هذا وقعت ندهم فيه كما هكا ونبلع ونطبق حتى اللي كملتها شوفوا هذه شو كي تكسلتلي بس كوري حتى غاية الغاية مهم انتو مع طهر الوقت وصعي شوفوا هكا سهلا بدون كما نقول التوريق أو ديراب المارغارين تخلط مع المارغارين تخلط مع المارغارين ما عليش لا عندك فضع لا عندك فضع هنا شوفوا خليتها تريحة منيحة منيحة وبدأت نحل فيها حليتها منيحة سوف يزيد التفق فيها مورقة كما نقول كما لقى مورقة ندلت السنة التي تقومها 30 ع الى 40 وضعت لها بورقة الزبدة كما هكا كما نقول ورقة الطهر وضعت تقلصتها كما نقول لا تقلصتها كما نقول لكم تقلصتها بفرجية ونحن تتحققها خطر جائزة ونضع بها كيف مملكتها او لا تقلصتها ندلتها قليلا فرماجرات او لا تقلصتها هل يوجد زيت ونينة او لديك فتاة وضعتها ندلتها لطهر زوجة ونقلصتها ونقلصتها من الأخواف ونقلصتها ونقلصتها هنا أتقلصتها المهم كما يقولون كيف تبدو تخدمو فيها خلوها تريح وصعي كما هذا مكان هنا شوفو أنا قطعتها بخدمي طرسي طرسي وتقطعوها شغيها كطرسيوها ودرت لها البيض يلو بيضة كاملة ولا صافر وديتها الطيبتها مباشرة هنا كي طابت لي من تحت وشعلت لها من فوق شوفو هنا كي طابت ما شاء الله جت تقول لي لابات فيتي بلا زبدة التوريقة هنا راي حامية أنا عدرت هنا من أخوتيتي تقلقوني بدأت نقسم بشتبل الدلهم بخد شديد شد شد شوية حوان هنا شوفو وش حال جات الله يبارك شوفو داك الفرماش كراه دايب جات روعة شوفو هنا كي جات قلت لكم بلا زبدة التوريقة قلت يادرتي بيتزا كوكا شوفو هنا هدو خسمتهم صغار كما كمتللتات كما قولوا واحدة غاق اسمها في الوصب اتشيكون كما قولوا بمتلت هاكا اخوتيتي شوفو كي جي هاكا شوفو كان يقسم فيها جات شاب اخوتيتي هي حامية كما قولوا تقطع لكم وقسموا هكا حبة متلت او كما شوفوا لكم الاختيار هادي حباباتي شوفو كي جات جات بني ناروعة اخوتيتي تمنى تجربوا هدو هدو البيتزا كوكا وطيلوها في رمضان شاء الله وعلي غينجوا لكم تحلو اللي فيروحكم شيرت فيديو الجاي شاء الله مع السلام شكرا جزيلا لكم